اهلا بحضراتكم مشاهدين وجولة اغبارية في الاحوال الجوية حيث تتوقع هاية الارصاد الجوية ان يشهد الاثنين ارتفاع في درجات الحرارة باغلب الانحاء ويسود تقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة التقس ليلا فيسود تقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ايضا لطيف على السواحل الشمالية اوضحت هيئة الارصاد الجوية ان اليوم الاثنين يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية وايضا نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ولكن على فترات متقطعة كشفت تلهيئة العامة للارصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الى الجمعة الثاني من يوليو 2021 حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد خار على سواحل الشمالية لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وفيما يلي متابعين نستعرض معكم خريطة الظواهر الجوية من الاثنين الثامن والعشرين من يوليو تشهد البلاد الاثنين الثامن والعشرين من يوليو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة اما يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من يوليو هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وفي يوم الاربعاء الثلاثين من يوليو نشاط رياح على فترات متقطعة وستشهد السواحل الغربية وجنوب سيناء هذه الرياح ايضا وفي يوم الخميس الاول من يوليو نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة واخيرا متابعين يوم الجمعة الثاني من يوليو هناك ايضا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وايضا على فترات متقطعة اما بالنسبة لدرجات الحرارة الاثنين القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة والاسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 24 مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 سهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 قنى العظمى 41 درجة والصغرى 25 واسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 والى هنا تكون قد انتهت هذه التغطية حول الاحوال الجوية خلال هذا الاسبوع تشكركم على طيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة